أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول السائل ما هو الشاهد من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما الذي ذكر فيه أنهم بنوا له دكاناً من طين وجزاكم الله خيراً الشاهد من ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كسائر أصحابه لا يتميز عنه مع أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وكما ذكرنا أنه لا بس أن يخص العالم بمجلس يتميز حتى يعرفه السائل والمتعلم نعم